المكتبة الوطنية للمملكة المغربية احتفت بالأديب المغربي أحمد المديني بعد مصار امتد لخمسين سنة من الأدب انطلق بإصدار العنف في الدماغ سنة 1971 إلى رجال الدار البيضاء سنة 2021 وذلك بحضور شخصيات من عالم الفن والثقافة والإعلام خمسون عاما من الأدب بدأت بنشر أول مجموعة قصصية العنف في الدماغ سنة 1971 واليوم مع رواية الرجال الدار البيضاء 1971 لكن في المناسبة أيضا أنني أعدنا نشر العنف في الدماغ طبعة جديدة لكي تكمل قوس قزح هذا التاريخ الذي بين كيف بدأت وأين وصلت ولكنني مستمر وشكل هذا الاحتفاء الأدبية فرصة للوقوف على أبرز المحطات الأدبية التي عاشها الكاتب واستحضار التجربة الأدبية للمديني الذي راكم على امتداد عقود من الزمن خزانة كاملة من المؤلفات المديني راكم أعمالا قصصية وسردية مهمة للغاية تربو على الخمسين تقريبا مما يجعل المديني عابرا للأجيال المشاركون في هذا الاحتفاء الأدبي أجمعوا على أن الأعمال الحاملة لتوقيع المديني تعكس إلمامه بالتفاصيل والجزئيات ما يجعل من رواياته شهادة فنية على مراحل تاريخية معينة ترجمة نانسي قنقر